السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعقاب دعائيس حسن من موقع خدمات web.com نحن نتحدث عن شورت كاتس الكافيس كريبت عملها بدلا من تكتب العلامات نحن اخذنا قليلا منها ولكن نتحدث عن كل أمواظم العلامات انظروا يا جماعة فرضي مثلا انا اريد اف مثلا تغير اسمه خليه ترو مثلا انا عايز اتشيك اذا كان المتغدى اسمه او كلمته ترو فده محل اقوله if states كده كده هو الواحده هيدكت اذا كان ترو صح؟ تمام استعالوا هنا اقوله اي حاجة مثلا this is true اي حاجة ما يدينش ارور في بالكمبيل هذه هي طريقة اخرى اقوله if status is true what is اسمه ترويه اي حاجة هناك شيء اسمه is not اللي هي is و int is int نفس is لكن لا يساوي اللي هي علامة تعجب واثنين لا يساوي في not في بقى ممكن اقول هنا if not في الشكل if not سوف اضع لك علامة اللي هو لو مش بتساوي true تمام في طبعا العلامة اللي انا اتكلمنا لها قبل كده اللي هو مثلا عندي متغير تاني مثلا هنا age بتساوي عشرة مثلا if not status and is 10 اضع ال status and and طيب في طبعا اللي هي or 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 دي اللي هي العلامة اللي ايه او اللي هي العلامة دي طيب في حاجة تانية لازيذة ممكن اقول له هنا if not status هيرجعك بترو شايفين يعني ممكن اقول له لو بتساوي true طبعا هترجع لي بترو او yes في الحالة برضه هكتب لي كلمة true تمام بالشكل لا او on لو قلت له on هتترجم لي برضه ل true طبعا نعمل فرش true فانا عندي true او yes او on بتساوي ثلاثة كلمة true في الكوفرشكريبت طيب في كلمة false اه false اللي هو بيساوي false او في اللي هي no لو قلت no برضه هيترجم هالي false او اللي هي off فوف برضه بتساوي false فانا دلوقتي عندي ايه عندي اللي هو yes و on we true و عندي no we off we false بالشكل هاليكم شاهدونه اي واحدة من دول بتساوي false اي واحدة من دول بتساوي true كلام جميل جدا 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 طيب فرد مثلا 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 اخر حاجة عايزين نتكلم عليها فرد مثلا عندي object وليكن اسمي user حاجة موسيقى حاجة موسيقى فرد مثلا نتكلم وعندما مثلا وعندما نتكلم نتكلم اللي هو GetName كل هذه الفنكشن اللي بتعمله هتربع لي النم بتاعي طيب انا ممكن يقول له This.Name هاتلي الوبجيكت او هاتلي البربرتل اسمع نام نام ميم او في اختصار بل كده في ايه في عالمة Add او هاتلي بتاعتي التعميل اللي هي AddName فهو الواحدة بصرين لما عملت هنا كده اللي حسن يقول لك هاتليت This name الواحدة ترجم This اللي هي Add فده هاتسهل كمان الشغل عليك وتخلي موضوع اسهل و اوفر ده اكتر حاجات استخداما في الكافسكريبت طبعا لو دخلت على الصواحة الرسمية او على موقع رسميه هتلاقوا طبعا لست كبيرة جدا من الشورت قاتس اللي هما عملينها ممكن تطلع عليها ان اقيت اكتر حاجات اللي حين نستخدمها في الشغل بتاعنا وشرحتها لكم قابلكم الدرس الجاي السلام عليكم و الله و بركاته